اكد دكتور مصطفى مدبولي ضرورة متابعة الملف بشكل دوري عشان اللي بيسرق كهرباء وما تحسبش عليه حرامي مش هنزين الكلام انت بتاخد حاجة من غير ما تدفع تمانا يبقى يتم التعامل معاك قلص لفتن انه سيتم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء ومن اهم هذه القرارات اقاف الدعم يعني عندك بطاقة تمونية او بتاخد دعم من اي نوع من انواع الدعم يتوقف ليه؟ النهاردة انت خدت من عمود كهرباء خدت وصلة من الشارع لمحلك لشاقتك لاي مكان لكشكك من غير ما تدفع الكلام ده او بالنظام اللي عاملها وزارة الكهرباء اللي كان الممارسات وبعد كده تحول زي ما قلنا الاسبوع اللي فات للعدادات اللي هي بالشح غير كده مفيش كلام وده برضو حاجة كويسة جدا ويساهم في القضاء على السلوك السلبي والكهرباء نعرف نرشدها مجزء برضو من التحميل ان ناس بتاخد كهرباء ده بتحصل يا جماعة في بعض العماير عشان كده وزارة الكهرباء او شركات توزيع الكهرباء تيقنت وبقت العماير اللي بيبقى فيها خمس ست سبع شقق كل خط شقق بيتعمله عداد تحت يجمع العداد اللي تحت ويقيس عليه الشقق ليه؟ عشان لو واحد خد وصلة من برة يتعرف ان الشقة دي بتسرق ولقوا ناس كتير قوي ممكن تكون بتعمل كده محمل تكيفين وتكيفين بر يتحملهم بقى العمارة او ناس تانية فحلوة قوي ان في الاخر انا مصلحتي كمواطن الاقي كهرباء غالية اشوية وزاد سعرها بس سلاقيها ومحدش ياخدها ببلاش وبقى انا دافع فيها فلوس